لكن مع ذلك هناك وجه شبه بين من يسمون بالإسلاميين والشيعة ويتهم تأتي دائما من الأنظمة الرجعية التي تتهم أن الإخوان يحصرون أولا الإسلاميين في الإخوان حتى تركيا صاروا يعتبرون إخوانية يحصرونهم في الإخوان ثم يتهمونهم بأنهم ميالون إلى الرؤية الشيعية وهذه تتعلق بقضية الحكم نظرية الحكم في نظرية الحكم الغزالي في كتابه فضائح الباطنية وهو كتاب مشهور خصص فصل لحوار بين سني وباطني يتكلم باسم الشيع هل الحكم بالاختيار أم بالوصية لا يوجد إسلامي من الذين وصفتهم يقولوا الحكم بالوصية وإذن فهم من حيث نظرية الحكم لا علاقة إليهم بالنظرية الشيعية ولكن من حيث تنظيم السياسي هناك وجه شابه وأن بعض الإسلاميين وخاصة الإخوان لهم نوع من الخطأ الخلط بين السلطة العلمية للعلماء والسلطة السياسية للعلماء وهي ما يسمونه بالمرشد الأعلى نظرية المرشد غير سنية هذه نستطيع أن نقول إنها وجه شابه مع التشيوة في الإسلام لوجود لمرشد له وظيفة سياسية هناك علماء لهم وظيفة علمية ووظيفتهم السياسية كمواطنين أو كنخب وليس باعتبارهم علماء هذا هو وجه الشبه الوحيد الذي يمكن أن يتعلم يعني لو أن المرشد كان عالم كبير مثل أي أستاذ جامعي يستشار في القضايا المعرفية فلا جناح عليه ولكن أن يصبح مرشدا للهيئة الحاكمة هذا فيه شيء من الميل إليك تشجع شكرا لكم شكرا لكم